ازاي ان انا لو انا مخطوبة اعرف انو خطيبي ده مدمن او الاهل يعرفوا ان احنا عندنا مدمن في البيت او دي بقى حكتين بقى هنكي انا نتكلم عن الاهل الاول اوكي الفلوس اللي بتختفي بدون سبب انا انا روحت اشتريت ممكن ركون دفعتهم وناسي بمعنى الامهات ممكن تيجي تقول كيه بصي عمرها متشرفها مرة في اتنين في الادمان ده ديلي هو عايز مصروف يومي او يوم بعد يوم بتاع الدوستش بتاعته او الجرع بتاعته برافو عليك فبالتالي انا بلاحظ ان ابني بيصرف زيادة عن اللزوم دي اول علامة تاني حاجة انهم الكتير او انه هو كمان مش مركز ما بيتم مش مهامه للاخر يعني لما طلب منه حاجة ما بيتم مش مركز فيها مش عايزة الدراسة طبعا بيقع فيها بيبدأ تحسي انه حتى ملامح وشه اختلفت بيخسه او بيبقى تحت نقسه او على حسب طبعا المادة اللي بيستعملها على حسب المدة الادمان عندنا ليه معايير انت بتاخد مادة ايه لمدة قد ايه سعب بيبقى بيهم بادي لانجوجي رحام طبعا انه بييده بيعمل حركات بتشوك ما هو الادمان مش بس على طريق الانفع ممكن الحقن ممكن على طريق البلع على حاجات كتير قوي واكتر حاجة دلوقتي هي البلع الحبوب زائد الحقن دي بقى مشكلة فدي مشكلة بجريف كأم انت بتلاحظي طريقة صرفه طريقة اكله طريقة نومه طريقة لبسه طريقة بشكله انت بتبعي ده وبتشمي وبتفتشي بنحق الام انه تفتش من وراه لازم تعرف وبعدين فيه حاجة مهمة جدا المرر صحابه انت بتبصي على صحابه مين لما تلاقيه بدأ يبدأ عند ابن خالته عشان ابن خالته شخص ناجح بدأ ياخد حد تاني مكانه اعرف ان هنا فيه مشكلة ويبدأ يغير الكميونيتي اللي حوالي يبدأ يغير الناس اللي حوالي يبدأ يختفي عن الانظور لانه هو عايز يختفي قاعد مع صحاب الشارع كتير كل فكاب بتاعته بتختلف طب الزوجة تعرف ازاي او الخطيبة اصرع واحدة ممكن تعرف اصرع من الام ازاي لان انت لو مخطوبة لحد هنالسي انه هو بيحبه ها هنالسين بيحبه بعض انت اكتر واحدة بتعرف البدلين مش بتاعته ازاي من عينيه لانه طبعا البقب والعين بيختلف لانه قابل الجرعة بتلاقي لني عينيه قفلت وعصب الزيادة وبيفرق عشان يتحرك من معك مش عايز يقعد معك بس ما هو ممكن يقابلني في الوقت اللي هو واخد فيه لسه هقولك بعد الجرعة ها اتلاقي بقب والعين واسع منور هتلاقيه حيث انه هو عنده طاقة زيادة هايبر عارف اللي هو شخص هاوسي عايز يتحرك عايز يروح عايز يجيدي ممكن حتى في التليفون احس بالاختلاف برافو عليك اللغة بتاعته بتختلف خلي بالك برضو المدمنين عندهم دليف الكلام حتى دي مهمة جدا بس دي ممكن حتى اغلبية الرجالة ممكن عندهم انه دليف الكلام لا دليف الكلام انه هو انت لما تقولي مثلا النهار ده ايه الاتنين تقريبا او التلات ده دليف الكلام انه استعابه لانه ادراكه الادمن معناها ان فيه حاجة مسيطرة عدمك هو غير واعي احنا بنتكلم عن الراحة المتأخرة ولا مراحة الاولانية لا الاولانية الاولانية لا هو متأخرة دي خلاص بقى بيبان اوي بقى المتأخر ده بيبان اوي الاولي لا برضو على فكرة فيه علامات بتقول الكلام ده زي فكرة الانسلوكيات بتختلف في شغل ومش مراحة فكرة دي معروفة هو الخميس والجمعة تفاريح يعني ما تأفوريش انت تتكلمي على الحشيش ولا بتتكلمي على البيلز ولا بتتكلمي على الدرين انا كله بلنسب لي مخدرات كله بإدمان انا بزبالي كله بإدمان الإدمان معناها الاعتياد النفسي على حاجة ما عرفش عايش من غيرها طب لو انا بيرويك أي ينكي لو انا ما هو حد ما سيقول لك خلي بانك هو بيشرب اوكيجن لي ما هو فيه اوكيجن لي بيرويك لمدة قدية هقول لك أول شهر هتلاقيه بيرويك تاني شهر اوتوماتيك هتبقى يوم بعد يوم وهكذا ان هو أصلا مش يقدر يستنى للويك أند عشان نشرب مع صحابه برافو عليك لأنه مستني الدوبامين الخارجي المصدر بتاع السعادة الخارجي مستحيل تلاقيه مدة سنة حتى الالكول طبعا الالكول ده قصة تانية بقى وموضوع تاني خالص بيجي يقول لك أنا بشرب اوكيجن لي لما يكون في نيو يير لما يكون في مش عارف ايه ده بقى لو ده بشرب اسألي هيقول لك لا أنا بقى لي فترة بس بيجي أول ما يزعل أول ما يزعل أول ما يزعل لأ بيحصل لأ أنا قصدي ده نو وي يعني ربنا يبعدنا بس أولك الحاجة اللي كانوا بيشربوا أولكول وصلوا للمواد مخدرة والله العظيم ده أوتوماتيك ده ده إي بي سي مهدي دي مرحلة ما احنا هي هي جريدولي انت بتستارت من الأول بدرينك للسيزن فسحة خروجة عشوائيا كان وكيجن اللي زي ما هي انت تقول بعد شوية تعودت على الإحساس الحين بقى ايه تخرج في الأماكن اللي كلها فيها درينكس ده بعد شوية خروجت أعمل ايه أبدأ أشرب بزيادة بعد شهر اللي بعد ذي اللي بعد ذي الثالث الرابع ما ببقيتش أوكيجن اللي بقى خلاص أنا بقيت بعتمد عليه انه يديني الإحساس الله النشوة المزيفة المرتبطة بالالكوحول أو بالسجارة أو بأي أن كان المخدر فاهمت الفكرة أنا كده خدت بقى ايه ذي الجذوبة بتاعت أي حد قولك دي سجارة جذوبة بدي حباي جذوبة بتاعت اللي درينك لأولي فلا كده أنا خدت بقى رؤي العالم